ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمل الخليفة ولي العهد نايب القايد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر لقضيبية وفي مستهل الجلسة أشهد المجلس باجتماع حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أرلندا والذي تضمن التأكيد على دعم علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة القائمة على الاحترام المتبادل والتواصل والتنسيق المشترك كما أشهد المجلس بنجاح أعمال منتدى أبي كورب للطاقة والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حيث شهدت فعاليات المنتدى مشاركة واسعة لأكثر من أربعمائة من كبار المسؤولين العالميين والمهنيين والمداراء التنفيذيين والمختصين في مجال النفط والغاز والطاقة هذا وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص البلدية كما أمر سموه اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية للانتهاء من دراستها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وبقية الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لتقلبات التقص المتوقع على المنطقة خلال الأيام القادمة بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي وافق المجلس على مذكرة بخصوص استكمال الأدوات القانونية الخاصة بالمرسوم بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير حيث نص المرسوم على أن يكون الوزير المعني بشؤون التخطيط العمراني هو المسؤول فيما جاء قرار تشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية لتضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة كما وافق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب حيث تهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال كما وافق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حيث يهدف التعديل إلى شمولية تعريف الجريمة الإرهابية فيما وفق المجلس على مذكرة بشأن طلب تسجيل مكتب إقليمي لاتحاد الصناعات الهندية وفتح فرع له بمملكة البحرين إذ يهدف المكتب التمثلي لاتحاد الصناعات الهندية إلى تحفيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مملكة البحرين والهند عن طريق التنسيق مع المصالح والهيئات الإدارية المختصة وتطوير المصالح الاقتصادية والصناعية التجارية بين البلدين واطلع المجلس على مذكرة بشأن مناقصات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي تم ترسيتها أو تم طرحها خلال الربع الثالث من عام 2015 وقد بلغت مجموع المناقصات ثمان عشرة مناقصة تم ترسيتها في الربع الثالث من العام الجاري بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون دينار بحرينية في قطاعات الطرق والصرف الصحي والبناء والمشاريع الأخرى ووافق المجلس على مذكرة بشأن الموافقة على التوقيع النهائي على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر حيث من المقرر إجراء ذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2016 وأخذ المجلس علما بعدد من الاقتراحات برغبة ذات الصلة بالسلطة التشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعدة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعدة الوزير أن سياسة الحكومة واضحة في توجيه الدعم للمواطنين وأن الحديث مع عضاء مجلس النواب يصب في هذا الاتجاه كما تحدث سعدة الوزير عن المكتب الإقليمي لصناعات الهندية حيث أكد أن المكتب يهدف إلى خلق روابط تجارية وصناعية بين الهند ودول الخليج العربي وبخصوص التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووج أشار سعدة الوزير أن التقرير جاء بنظرة أحادية الجانب وهو تقرير مظلل وأن مملكة البحرين أنشأت مؤسسات دستورية مستقلة لحفظ حقوق الإنسان وأن أي ادعاء عن سوء المعاملة يتم النظر فيه بجدية والتعامل معه بحزم كما أكد الوزير أن سياسة البحرين واضحة في التعامل مع المؤسسات الحقوقية التي ترغب في التعاون معها كما تطرق سعدة الوزير إلى فرق العمل الخاصة بخفض المصروفات حيث أوضح أن الفرق معنية فقط بالمصروفات الداخلية للحكومة وليس لها أي تأثير على الخدمات الموجهة للمواطنين هذا وقام سعدة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض التلفزيون البحرين تسجيلا كاملا لوقاع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة ترجمة نانسي قنقر